ونحن نعيش في عصر الفوضى والسيلان للأسف الشديد والاحتماء بالجمهور وباللايكات وبالناس هذه لا يمكن أن تكون ضمن أخلاقيات أو حتى ممارسات الباحث للعلم الجاد آخر من يجب أنك تستشيرهم الجمهور أنت وأنت على شيء من العلم أو الثقافة لا تصلح كيف واحد من الجمهور ربما ليس له علاقة أصلاً في الموضوع كله ولا يعرفي ألف باء أنت تريد أن ترجح الموقف بصوته أن ينضم إلى أصوات أمثاله كارثة حقيقية على فكرة هذا من سيئات النت ومن سيئات عصر اليوتيوب أكتفي على كل حال بهذا القدر وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته